ما زال الأمن الانتخابي وتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل شفاف ونزيه هو التحدي الأكبر الذي يواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة طبيعة الحال العملية الانتخابية تحتاج إلى مجموعة مناخات ولها استقرار لمناخات السياسية التي ربما هي تنتج مناخات ربما أمنية أو استقرار أمني على المستوى الهاجس الأمني شيء مهم جدا أن يكون هناك استقرار أمني حتى يحقق أمن مجتمعي والتالي الأمن المجتمعي يحقق لدينا أمن انتخابي وإطمئنان للفرد العراقي في حالة استعداده أن يكون هناك إيجابية في الحضور للعملية الانتخابية نجاح العملية الانتخابية أو مرور المرحلة الانتخابية يحتمد على الحضور الجماهيري والحضور الجماهيري يحتاج إلى تلك المناخات التي ذكرناها والأهم في شيء أن السلطة التنفيذية أو السلطة العسكرية والأمنية أن تكون في هبة الاستعداد حتى لا يكون هناك خروقات أمنية وأن وجدت هذه الخروقات الأمنية ستسبب خلل في نتائج الانتخابات وبالتالي قد تكون بعض القوى السياسية تراهن على تلك الخلل أو ذلك الضعف في العملية الانتخابية ويرى مهتمين بالشأن السياسي أن بعض الانتخابات الأخيرة عام 2018 وما حدث فيها من تشكيك بالنتائج واعتراضات وضبط حالات التزوير على الرغم من اعتماد العدي والفرز الإلكتروني بأجهزة حديثة ومتقدمة تدعم البطاقة البايومترية التي تضمن تقليل نسب التزوير بدرجة كبرى كان لابد من إحداث تغيير جدري للانتخابات القادمة مع الأخذ من نظر الاعتبار تراجع نسبة المشاركة بصورة ملحوظة ومتزايدة في كل دورة انتخابية المناطق التي فيها نزاعات وخلافات عشائرية أو حزبية تحتاج إلى توفير عناصر أمن كثيرين من الشرطة والأمن من أجل حماية مراكز الاختراع يجب على الحكومة أخذها بنظر الاعتبار وتوفيرها قبل إجراء الانتخابات لكي لا نقع في مأزق انتخابات عام 2018 يعتبر العراق من البلدان التي تشهد دوترات أمنية ونزاعات مستمرة لذا يعد نشر الأمن هو الضمان لسريان عملية الانتخابية دون مشاكل من بغداد فاطمة دوليمي قناة رجلة الفضائية اشتركوا في القناة